اشتركوا في القناة ذاك الهواء الخارج من الفن بصحبة الكلام على الميكروفون وبالتالي تكون هناك جودة صوت سيء أو ما إلى ذلك نبدأ على بركة الله الأدوات التي سوف نستعملها في صناعة هذه البوب فلتر كما ترون هنا هي عبارة عن سلك وإبرة وخيط كما ترون هنا ستستعملها لخيط الثوب وقطعة ثوب هنا كما ترون قطعة قماش بهذا الشكل ولاقط كما ترون يكون في جميع المنازل المتوفر لاقط نبدأ على بركة الله نأخذ السلك واللاقط ونشتغل على السلك ونديره حتى يشبه على هذا الشكل على شكل دائري تعالى نقوم بهذه الطريقة كما ترون هنا ونأخذ قطعة القماش ويتم أيضا خيطها من الجوانب حتى تصبح على شكل كيس نضخيطها من الجوانب حتى تصبح على شكل كيس كما سترون هنا في الصورة على شكل كيس تماما كما ترون هنا بالضبط سوف أدخل يدي ستركع لها على أساس كيس وبعد ذلك نأخذ السلك الذي سبقنا وأن اشتغلنا عليه وندخله بهذه الطريقة في الكيس بهذه الطريقة هذه الفكرة يعني واضحة أظن أن الفكرة وضحت لي الجميع واضحة و بسيطة جدا أنا لم أريد أن أشتري هذا المنتوج من النت لأنه سوف يستغرق مدة طويلة جدا فقررت أن أقوم بصناعته بيدي بشكل بسيط كما ترون هنا وندير الخيط على الطرف ولدينا بوب فلتر رائع جدا نقوم بيعني بعد ذلك هذا الطرف الآخر من السيك بيليه بهذه الطريقة على السيوبرت أنا لدي السيوبرت ويشتغل يعني كما ترون هنا هذه البوب فلتر أضو هذا آه كما ترون هنا هذا هو ميكروفون الذي أستعمل وهذه البوب فلتر الخاصتي والميكروفون الخاصي صراحة يعني بوب فلتر بسيطة وسهلة جدا ويعني وليست مكلفة صراحة أرجو أن تكون إن شاء الله هذه الفكرة قد عجبتكم لمن يريد صنع بوبفيلتر لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى لأن هناك أفكار قادمة إن شاء الله وهناك فيديوهات حصرية قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا لكم على المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته